دكتور يعني احنا بنعتبر محظوظين فكرة علاج القلم اللي بقى منتشر اكتر في الفترة الاخيرة لانه كان علاج القلم بتاعنا زمان هو قرس مسكن بالزبط وكتير قوي ومستشفيات كتير قوي بتشهد مشاكل الكلة والغسيل الكلوي والفشل اللي وصلت 20% من الناس اللي بتخسل كلة على مستقر العالم بسبب مسكنات صحيح لكن انا بعتبر ان احنا الفترة بتاعتنا دي مع انتشار فكرة علاج القلم ده بقينا احنا اكثر حظا من قبل كده ومن الاجيال السابقة لكن اني لسه لحد النهاردة في ناس ما عندهاش الوعي الكافي بفكرة علاج القلم ما هو عدم وجود الوعي الكافي ده مش عند المريب بس ده عند الاطباء كمان في احيان كثيرة يعني هو تخصص كبير وتخصص ما هواش وليد النهاردة ومبارح لا ده بقاله اكتر من 70 سنة كعلم منفصل ليه مؤسساته وليه الجمعيات بتاعته وليه الهيئات العالمية اللي بتتابعه اللي بتتابع النشر العلمي بتاعه يعني بتضم عضويات لاطباء من كل العالم وبتنزل اوراق بحسية واوراق علمية فهو علم قوي جدا دخل مصر في اخر 20 سنة تقريبا 15-20 سنة مازال انا دايما بشوف انه البين مانجمنت او العلاج القلم التداخلي هو يعني بالنسبة للمصريين كاطباء وكمرضى تخصص لسه الناس بتفهمه لسه الناس بتبلعه ففي ناس جوه التخصص نفسه لسه مش عارفة توصله بالشكل المزبوط للمريض وفيه اطباء اخرين مش عارفين يتعاملوا معاه تحت السياق المزبوط ويفهموا دوره ايه وامتى نلجأ له وامتى ما يكونش هو ده الطريق الصح وفيه مرضى يعني بتتلهف عليه من كتر ما هم مش عايزين يلجأوا لحلول جراحية او تعبنين او كده فبيكونوا اوقات فريسة لحد يضللهم او يديهم نصيحة مش مزبوطة وفي نفس الوقت فيه ناس فهمها كويس قوي فيه دكاترة كتير شطرة فيه وفيه دكاترة كتير من تخصصات اخرى فهم دوره وفهم اهميته وفيه مرضى وعيهم عالي فيقدروا يميزوا ما بين الدكتور اللي هيدينا الفايدة او النصيحة الطبية السليمة وما بين الدكتور اللي مش هيقدم لنا النصيحة الطبية بشكل مزبوط وانا دايما بشوف ويمكن دي حاجة يعني الناس بتلمسها معانا وبنركز عليها جدا زي ما قلت في البداية وعي العيان لازم يبقى عالي الدكتور الشاطر هو الدكتور اللي يرفع من الوعي بتاع العيان بتاعه ويخليه فهم كويس قوي حالته وفهم هو بيتعالج ازاي وعنده تفاصيل كاملة بنبسط جدا لما لاقي عيان من اي تخصص تاني مثلا او بيتعالج من اي مشكلة مع اي تخصص تاني لما يجي للعيادة ولاقيه فهم كل حاجة عن حالته عشان هو ده معناه انه بيروح لدكتور الشاطر ده معناه انه راح لدكتور قدر يوصله الحالة قدر يفهمه ابعادها قدر يفهمه الخطة العلاجية وده اللي بيميز الدكتور في عيني يعني انا لما اعرف انه مريد بيتعالج مع دكتور معين واسمع منه انه هو فهم كل التفاصيل الطبية اللي حوالين حالته افهم انه العيان ده بيروح لدكتور بيديه وقت بيهتم بيه وبيوصل له معلومة مزبوطة وبيدي له عي مزبوط